اشتركوا في القناة الخطاط أحمد قرى حصاري في عهد السلطان سليمان القانوني وخلال اللقاء أعرب جلالة الملك المفدى عن إعجابه بهذا المصحف الشريف وعبر عن شكره وتقديره على هذا الإهداء القيم مؤكدا جلالته على قوة ومتانة أواصر العلاقات العريقة التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية التركيا الشقيقة مشيدا حفظه الله بالجهود الطيبة التي يبذلها قنصر البحرين في اسطنبول لتعزيز وتطوير هذه العلاقات المتميزة وفتح مجلات أوسع من التعاون الوثيق بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين وتمنيا له كل التوفيق والسداد حضر المقابلة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لصاحب الجلالة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر